من رشنا فليس منا كان هناك طفل صغير اسمه سامي يعيش في حي عادئ كان سامي يحب اللعبة مع أصدقائه في المدرسة وكانوا يلعبون الألعاب الجماعية مثل كرة القدم والمكعبات في يوم من الأيام قرروا جميعاً أن يلعبوا لعبة تركيب المكعبات والفائز هو من يستطيع بناء أكبر برج بدأ الجميع في اللعب ولكن سامي أراد الفوز بأي طريقة لقام بأخذ بعض المكعبات من أصدقائه دون أن يلاحظوا وزاد بها حجم برجه عندما انتهت اللعبة كان برج سامي هو الأكبر وظن الجميع أنه الفائز ولكن صديقه علي لاحظ أن عدد مكعباته أصبح أقل فداب إلى سامي وسأله هل أخذت بعض مكعباتي؟ تردد سامي قليلاً ولكنه طرف قائلاً نعم أخذت بعضها لأفوز عندما سمع المعلم ما حدث قال تذكروا يا أطفال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا الفيش ليس فقط في الامتحانات أو النقود بل حتى في اللعب يجب أن نكون صدقين وأمناء دائماً شعر سامي بالندم واعتذر لأصدقائه وأعاد المكعبات تعلم الأطفال في ذلك اليوم درساً مهماً أن الفوز الحقيقي هو عندما نلعب بصدقين ونحترم فقوق الآخرين ترجمة نانسي قنقر